موسيقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكم المتابعين الكرام وكل من التحق بنا مؤخرا إخواني أخواتي اليوم سنتكلم لحقيقة معاهدة ترسيم الحدود اللي كان ما بين المغرب والجزائر ذلك سنتكلموا في واحدة سابقة قناة عالمية كانت نشر خريطة المغرب ولكن بصحرائنا الشرقية المغربية فابقوا معي الإخوان نشوفوا التفاصيل لهاد الموضوع دائما كنت منكم أنكم تدعموا هذه القناة بالضغط على الزر إعجاب كذلك دعمونا بالبرتاج والاشتراك وهذا فضل منكم وليس أمر أعلى بركة الله ندخلوا صول بالموضوع فالنظام الإسكري الجزائري دائما كيحاول استغلال فرص وافتعال أزمات للتغطية على حقائق أكثر أهمية اليوم القاوب للقضية للصحراء المغربية الشرقية منصة لتعميق الأزمة بين البلدين النظام الدكتاتوري العجوز دائما كيحاول استغلال فرص وافتعال أزمات للتغطية على حقائق أخرى أكثر أهمية وده بالقاوب القضية للصحراء الشرقية المغربية فرصة للتصعيد ضد المملكة المغربية والتلويح للخيار العسكري في موقف كي يحاول فيه النظام العسكري الجزائري تغطية على أزمات داخلية وخارجية تحاصل الجزائر وصرف أنظار للشعب الجزائري بفتع القضية أخرى حيث خرج إبراهيم بغالي بتصريحات وتكلم على جاهزية الجزائري لردع الأطمع التوسعية للمملكة المغربية هذه اللهجة يعني الخيار العسكري ما خرجت حتى في بداية القاطعة اللي كانت ما بين المغرب والجزائر فالنظام الجزائري رد على الوتائق والخارائط بالخيار العسكري لأنه ما عندوش بدائل تاريخية ما عندوش دلائل تاريخية أو دلائل قانونية أو حجاج هذا التصعيد هو التغطية عن أمور أكثر أهمية فهذا نظام الإخوان نظام العسكري الجزائري أصبح تائهان اليوم الإخوان شنو كيدير اليوم كيتلق الأبواق دياله وبدو كيتكلم على معاهدة ترصيم الحدود أن المغرب كيحاول أن يتملص بدخول في هذه المعاهدة وبما أننا كنتكلم على هذه المعاهدة لترسم الحدود فهذه فرصة مزيانة حتى نحن نجبدو المخبي فالاتفاق يترسم الحدود مع الجزائر ولي ما زال ما شفتش النور وكيفاش غدي تكون هي السبب الإطاحة بهذا النظام الدكتاتوري العجوز كذلك غدي تكون السبب في استرجاع الصحراء الشرقية المغربية فكلب النظام اللي هو حفظ الدرجة كيقول لمن لديه داكرة قصيرة أو يريد اختلاق أزمة جديدة هروبا من الواقع وتناصلا من المشاكل الحقيقية مرفق صورة اتفاقية ترسم الحدود بين الراحلين اللي هو ريبومدين والحسن الثاني وهو تيقة سجيلها في هيئة الأمم المتحدة طبقا للمادة ميوجوج من مثقها فعلى بركة الله اليوم هذا الدرجة جبد عليهم النحل ترشمع لرجلين الكابرانات فهذه المعاهدة اللي ما تمش تطبيقها بتاتا من اللجنة العليا لترصيب الحدود الجزائرية المغربية واللي ما نزلتش لي الوجود بسبب الألعاب دي الكابرانات وأنا داك المغرب كان في واحد الموقع دي القوة لأنه كان منتصر في الحرب ولكن أخلاق المولوك وإحسان الراحل الحسن الثاني أدى لا تهرب الحرك بالتزامتهم فهذه الاتفاقية لكانت واضحة في بندها الأخير وهو أنه تصبح الاتفاقية سارية المفعول بعد تبادل وتائق التصديق وهذا الذي لم يحدث إلى الآن لأن الخيانة وكانت ولا تزال جريف العرق دياله النظام العجوز بعد توقع المعاهدة مباشرة الدخول المرتزق اليسار بأسلحة للانقلاب على الراحل الحسن الثاني فتأجل التصديق على هذه الوثيقة صرحة غباؤهم يدرسن فاليوم خارج لنا هذا النظام والإعلام دياله الاسترزاقي كيتبكى وعلنك العادة كيتبكى وعلنك هذا الحدود مع المغرب بالرغم بأن الخرقات العديدة من جانبهم واللي كانت آخرها هي طرد الفلاحين المغربة من أراضيهم الزراعية في العرجة وكذلك اتفاقية ديال غرج بلاد واللي كتحاول الجزائر تجيب العديد من الدول وتستثمر بدون موافقات المغرب وآخرها الصين الشعبية واللي أصفعتهم وقالت لهم فضوا مشاكلكم على المغرب أولا ثم استثمروا هاد الاتفاقية كتشمل أيضا رعاية مصالح المواطنين ديال البلدين وهاد شي اللي ملتاز ما تشبه الجزائر خصوصا طرد المغربة من الجزائر اللي اتمات بالمسيرة الكحلة صابحت هيد الأضحى وسرقوا لهم أموالهم وأملكهم سنة 1975 هاد الاتفاقية تقضي على أن الجزائر لازم عليها تدعم المغرب في استرجاع أراضيه الجنوبية أما كانت إسبانيا محتلة صحرائنا الجنوبية بل الجزائر درت العكس هي التي تحرض وكتدعم تقسيم المملكة المغربية إلى جزئين وكما كيقول المثل الشعبي المغربي باش تقتل باش تموت فاليوم أخوتي إليك تلاحظو مبقيناش نتكلمو على الصحراء الغربية المغربية واش مغربية أو غربية صافل هذا الموضوع أقبرة هذا الملف أقبرة تهنينا الصحراء الغربية المغربية هي مغربية رغم كيد الحقيقين اليوم النقاش الحقيقي النقاش اللي ضاير حول الصحراء الشرقية المغربية اليوم بدأ للعب الكبير اليوم الجزائريين يتكلمون في الوثائق و المعاهدات و يدافعوا عن جزائرية الصحراء الشرخية يعني اخواني اخواتي اليوم الحمد لله المغاربة انتقلوا من المرحلة ديال الدفاع عن صحرائنا اليوم الى الهجوم هاد النقاش اللي راه ضاير هاتس الايام او هاد الساعة روينا نيضا عليه قربة لنيضا في الجزائر ولأول مرة ولأول مرة كتنقلوا وسائل اعلام دولية كبيرة في حجم ديال بي بي سي فالبي بي سي لأول مرة كتنشر هاد الخارطة لامامكم على تقرير صحفي لها نعم اخواني اخواتي لأول مرة في التاريخ البي بي سي كتنشر خارطة المغرب بصحرائه الشرقية لأول مرة هاد القناة الدولية وليك يشوفها العالم كامل نشرت هاد الخارطة ولو ان النقاش كيبين على النقاش الجديد او اللي راه ضاير بين المغربة والجزائريين ولكن رمزية وجود هاد الصورة على الشاشة ديال بي بي سي لا يقدر بتعمل نخليكم الاخوان مع الفيديو انتلقوا من بعد نفس الخارطة التي نشرتها المجلة والتي كتبت بالعنوان ان الصحراء الشرقية هي محور الخلاف المغربي الجزائري المغاربة يقول ان فرنسا هي التي اقتطع هذه المناطق مثل تندوف ادرار وبشار واعطتها للجزائر بعد الاستقلال وان الجزائر تثير دائما مسألة الصحراء الغربية لتغطية على مسألة الصحراء الشرقية في الحقيقة اخواني اخواتي هذا هو التاريخ وهذا هو النقاش هاد الشي اللي اخصنتك المعليه اليوم على صحرائنا الشرقية فهدي سابقة تاريخية باش قناة عالمية كبيرة العالم كامل كيتفرش فيها تنشر خارطة المغرب بصحرائه الشرقية المغرب اليوم انتقل من الدفاع الى الهجوم اخواني اخواتي احتل هنا كنكون وصلنا النهاية لهذا الفيديو فرجائي منكم انكم دعموا هذه القناة بالضغط على زر اعجاب كذلك دعمونا بالبرتاج والاشتراك وهذا فضلا منكم وليس امرا ودائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربية والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب الا الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة